حتى نفهم التجسد علينا أن نعرف ما هي المشكلة أولا منذ سقط آدم وحواء في الجنة كل شيء انهار فالخطية فصلتهم عن الله ولقد دخل الموت الجسدي والروحي وتفشت الخطية وانتشرت بل واستشرت في الجنس البشري كما هو مكتوب ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم أيضا يصف الكتاب المقدس حالتنا مملؤين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا نممين مفترين مبغضين لله ثالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا فهم ولا عهد ولا حنوب ولا رضا ولا رحمة هذا وصف الله عن حالتنا أيضا الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغرب كالباقين أيضا فالخطية هي التعد على حقوق ونموس الله هي عدم الوصول والبلوغ إليه وإخطاء الهدف هي إهانة موجهة ضده وهي ضد طبيعة القدوسة وكمالاته وهي خطية عظيمة ضد الإله الغير محدود وعقابها الموت لأن أجرة الخطية هي موت لكن يا لمحبة الله رأى أن الإنسان عاجز عن أن يخلص نفسه فدبر الفداء بطريقته هو عن طريق الفداء وأعطى الوعد الأول بمجيء المخلص من نسل المرأة الذي سيولد من عذراء بدون زرع بشر سيولد المخلص في بيت لحم في ملء الزمان